ساعات وهتنطلق أهم كمّة كروية في الوطن العربي والقارة الأفريقية أيوة أهم كمّة في الوطن العربي والقارة الأفريقية الزمالك والنادي الأهلي وجهان لوجه في الدولة المنتاج لقاء القمّة القروية المصرية بين صاحبي الشعبية الجاربة بمصر والبطن العربي الأهلي والزمال ترجمة نانسي قنقر مطموحات كبيرة ومتشبهة يلتقي الزمالك والأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة العشرة للدور الممتاز الأهلي للتقدم أكثر نحو المنافسة على اللقب والزمالك لتأكيد عودته للمنافسة على اللقب الأهلي الأكثر استقراراً والزمالك اللي فايق الفترة الأخيرة يخلونا نتوقع مواجهة حلوة ومسيرة فنياً إن شاء الله موسيقى 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 يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة حلقة مع قبل مباراة القمة كمة الزمالك والنادي الأهلي في الدوري الممتاز تحديداً مباراة من الإسبوع العاشر من الدوري مواجهة بنستنيها مواجهة بننتظرها مين اللي بينتظرها ومين اللي بيستنوها مش احنا بس الجماهير المصرية كل الجماهير في الوطن العربي ينتظروا دائماً وأبداً كمة كبيرة بين الزمالك والنادي الأهلي نتمنيها إن شاء الله إن شاء الله مواجهة فنياً طليق بكرة القضب المصرية إن شاء الله وأنا بقول كده ليه؟ بقول عشان آخر مباراة بين الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك في نهاية الكاس ما كنتش حلوة بصراحة يعني فنياً ما كنتش حلوة ما كنتش مباراة كبيرة ما مش مبهرة يعني وردونا بقى وفرجونا النهاردة متعونا شرفونا لعبة الأهلي ولعبة الزمالك الجهاز الفني هنا والجهاز الفني هناك خلونا ننبسط خلونا نفرح إحنا كل شوية غصباً عننا والله والله غصباً عننا بنحط المقارنات باللي بيحصل واللي بتشوفه في كرة القدم في العالم بنقعد نقول يا لو عندنا كرة زي كده يا لو عندنا كرة حلوة زي دي إحنا عندنا الزمالك والأهلي والأهلي والزمالك يقدروا يقدموا كرة معقولة كرة حلوة مش بقول تبقى كرة مانشستر سيتي وليان مدريد بس نقدم كرة حلوة إن شاء الله يعني بكرة تبقى مباراة ممتعة وهدية هدية على المستوى الأخلاقي والأمور اللي في الملعب لكن على المستوى الفني عايزينها مصيرة جد عايزين جول هنا وجول هناك عايزين هجمة هنا وهجمة هناك عايزين شغل حلو بقى من بتوع زمان يعني إن شاء الله تبقى المواجهة كبيرة نخش في الجد كده كده هنتكلم كتير عن مباراة الزمالك والأهلي في الفاقة الأخيرة مع محمود شاكر ومحمد جمال كلام كتير فني بقى وأعرف كل كل التفاصيل الممكنة اللي انت عايز تعرفها عن الزمالك كل التفاصيل الممكنة اللي عايز تعرفها عن الأهلي نقاط القوة هنا نقاط القوة هنا نقاط الضعف هنا نقاط الضعف هناك كل حاجة عايز تعرفها عن هزي المباراة هقولك بس شوية ايه حاجات بسيطة كده عن المباراة دلوقتي أول هم قائمة الزمالك اللي أعلنت منذ قليل لهزي المواجهة أمام النادي الأهلي القائمة هيكون فيها مين؟ هيكون فيها في حراسة المرمى محمد عواد ومعاز علاء ومحمود أشرف خاط الدفاع هيبقى حمزة المسلوسي وعمر جابر وحساب عبد المجين ومصطفى الزناري وياسر حمد وأحمد فتوح في الوسط نبيل أحمد دونجا محمد شحاتة أحمد حمدي سيف فاروق أعفر سيد عبدالله نيمار متيابة وناصر ماهر وعبدالله سعيد وأحمد زيزو وفي الهجوم سيف الجزيرة وناصر منسي وسامسون أكينيولا أبرز الغيابات الوينش وعبدالشافي وأباما ومحمود علاء ومحمد صبح بسبب الإصابة عدم الجهازية مصطفى الشرب وشكبالة أسباب فنية روأة وابراهيمة نضاي ومحمد عاطف ومهابي ياسر وزياد كمال طيب دي قائمة الزمالك التشكيل بقى اللي هيلعب المباراة في مين تشكيل رقم عشر المتوقع بالنسبة لنادي الزمالك لهذه المواجهة هيكون في مين هيكون فيه في حراسة المرمى محمد عواد بطبيعة الحال في خاطة دفاع عمر جابر حمزة المسلوسي حسام عبد المجيد أحمد فتوح دونجا وشحاتة وأحمد حمدي في وسط الملعب ناصر ماهر وسامسون أكينيولا وزيزو دي التشكيلة المتوقعة للزمالك ملحوظة واحدة بس فيما يخص مهاجم الزمالك سامسون أكينيولا هو الخيار الأول عند جوزيجو ميز في خط الهجوم ولكن هناك أراء في الجهاز الفني الجهاز المعاون لجوزيجو ميز أن سيف الجزيري هو اللي يبدأ المباراة الراجل شايف أن سامسون أكينيولا هو الأجهز هو الأكثر استجابة لمتطلبات جوزيجو ميز أنا طالب واحد اتنين تلاتة اربعة اللي بيستجيب لي ده مين سامسون أكينيولا مش مين أحسن من تاني الجهاز المعاون أو بعض الأفراد في الجهاز المعاون شايفين نوسيف الجزيري أكثر خبرة أكثر استقرارا أكثر مشاركة قدام النادي الأهلي فممكن يبقى له الأفضلية ولكن الأولوية عند جوزيجو ميز حتى هذه اللحظة سامسون هو اللي يبدأ هذه المواجهة ده فيما يخص نادي الزمالك أما فيما يخص النادي الأهلي فقائمة النادي الأهلي التي أعلنت أيضا منذ قليل لهذه المواجهة فيها يلا بينا في حرص المرمة مصطفى شبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في خاطة دفاع رامي ربيع ومحمد عبد المنع ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم الدبيس وعمر كمال وفي الوسط أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشا وعمر السلية وعبد القادر وطار محمد طاهر وكريم ندفد وريدا سليم وفي الهجوم أنتوني مودست وكهربا وسام أبو علي دي قائمة النادي الأهلي أبرز الغيابات فيها طبعا للإصابة بيرستا والشناة وياسر إبراهيم والشحات وقاليو ديانج وإمام عشور وحمزة علاء ولعدم الجاهزية مروان عطية ولأسباب فنية خالد عبد الفتاح وكريستو وكريم فؤاد هذه هي قائمة النادي الأهلي ولكن ماذا عن تشكيل النادي الأهلي هو الآخر تشكيل متوقع لهذه المواجهة الكبيرة أمام نادي الزمالك فهيكون فيها في حراسة المرمى مصطفى شبير في خاط الدفاع علي معلول وعبد المنع مرابيع ومحمد هاني في وسط الملعب كوكا وعمر السلاية وقفشة والسلاسي الهجومي ريدا سليم وأنطوني مودست وغالبا سيبدأ عمر كمال عبد الواحد في هذه المواجهة كجناح على ضوء ما قدمه في المباراة الماضية وفي نفس الوقت تقلق محمد هاني في المباراة الأخيرة فممكن الاتنين يشتغلوا على جبهة واحدة على جبهة واحدة مواجهة ان شاء الله تبقى ممتعة مواجهة ان شاء الله تبقى كبيرة مواجهة ان شاء الله تشرف كرة القدم المصرية احنا هنروح لفاصل بعد الفاصل هيبقى فيه مدخلة مهمة جدا لأول مرة على شاشة مصرية أو أي وسيلة إعلام مصرية أو عربية هيكون معنا واحد من أفضل المدربين في العالم واحد من أفضل المدربين في التاريخ خليكم معنا بعد الفاصل نواصل صاحب السبعينة عامل أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم بطل الدولة الإنجليزية الممتاز مع منشستر سيتي المدرب السابق لريال مدريد المدرب السابق لفرق كبيرة وعظيمة في القارة الأوروبية المدير الفني الحالي لريال بيتيس المدرب الكبير اللي يدعى دائما وأبدا بي المهندس مانويل بلجريني المدير الفني الشيلي السابق لفريق منشستر سيتي وريال مدريد والحالي لفريق ريال بيتيس يا فندم مشرف ومنور سعداء جدا كجمهور مصري بوجودك معنا على شاشة التلفزيون المصري مساء الخير أشكركم على هذه الدعوة وأنا سعيد الغاية للتوجد مع التلفزيون المصري أنا السؤال الأول ليك ممكن يبقى السؤال الفني أو لا علاقة بكرة القدم ولكني أتابع مشوارك منذ القدم مشوار عظيم وتاريخي وكبير ما هذا الشغف الكبير اللي عندك حتى هذه اللحظة تبقى دائما وأبدا مدرب كبير تحب كرة القدم نعم الشغف هو أن تكون حاضرا ومتواجدا في ملعب كرة القدم بدأت مسيرتي منذ أكثر من خمسة عشر عاما وعندما انتهت مسيرتي كلاعب لم أريد أن تنتهي علاقاتي بكرة القدم أردت أن أكون جزءا من هذه اللعبة كمدرب ودخلت وانضممت إلى العديد من الدورات التدريبية في أوروبا لكي أتعرف أكثر على كرة القدم بشكل أفضل والهوس بكرة القدم هو جزء لا يتجسأ من حياتي وأعتقد أنني اتخذت القرار الأفضل بالنسبة لي بتأكيد سؤالي الآن ليك هو يخص طبعا ريال بيتيس وتجربتك الرائعة كعادة تجربك مع كل الفرق اللي اشتغلت فيها ريال بيتيس انت استلمت الفريق وهو يصارع الهبوط الآن الفريق يحمل في دولابه لقب كأس ملك أسبانيا معك والآن فيما كان إلى حد كبير جيدة في جدول ترتيب الدوري الأسباني رائعك في التجربة حتى يزيلا أعتقد أن التقييم الإيجابي هذا هو موسمي الرابع كمدرب لريال بيتيس البداية لم تكن سهلة على الإطلاق الموضوع كان صعبا الموسم الماضي أيضا كان صعبا على المستوى الدولي الأمور لم تكن بالشكل الأفضل أعتقد أن الفريق يتطور بشكل كبير نعم نطمح للأفضل استطعنا أن نكون فريقا تنافسيا وعلى مدار الأربع سنوات أستطيع أن أقول أن التجربة إلى حد كبير حتى الآن كبيرة سواء على مستوى الفريق أو على مستوى النادي كمؤسسة أعتقد أن أنت تواجد سنوات عديدة في أوروبا لهو أمر مهم للغاية وأعتقد أن التجربة في إنهات الأمر إيجابية لصف الماضي تحدثت الصحافة الأسبانية عن وجود عرض سعودي ليك في الدوري السعودي للرحيل عن ريال بيتيس هل هذا الكلام كان حقيقيا وهل فعلا رفضت عرضا سعوديا للبقاء في ريال بيتيس نعم لقد حظيت أو كنت محظوظا بأنني دربت في العديد من البلدان في الأرجنتين وتشيلي وإسبانيا وإنجلترا نعم كان هناك شرط جزائي في العقد بمجرد دفع الشرط الجزائي كان يمكنني الرحيل ولكني لم أكن أرغب في إنهاء تجربتي مع الفريق في الوقت الحالي أعتقد أن المؤسسة أو النادي ريال بيتيس يمر بفترة تطور على المستوى الرياضي والاقتصادي أعتقد أن فترتي مع البيتيس لم تنتهي بعد هناك تطور يحدث ولم أرغب في أن أرحل ولهذا الأمر كان بسيطا بالنسبة لي أهل الصحافة الأسبانية تحدث تحديدا عن النادي الأهلي أهلي جدة الشعودي هل هو من كان يفوضك خلال هذه الفترة لدي وكيل أعمال هو الذي يتحدث في هذه الأمور وإذا كان هناك عروض من أندياء مختلفة فهو يتحدث معي حول هذه العروض ولكن هو معي منذ فترة طويلة منذ عشر سنوات في تشيلي هناك دائما عروض إذا كنت تتحدث عن عروض فهناك دائما عروض ولكنك تبحث عن اللحظة المناسبة اللي كي تخرج من النادي التي أنت متواجد فيه طيب محتاج أرجع للماضي شوية عشان هو ماضي عظيم ومبهر جدا وتحديدا لقب الدولي الإنجليزي مع مانشستر سيتي كأول مدرب غير أوروبي يفوض بهذا اللقب العظيم ماذا تتذكر من هذه الفترة الكبيرة؟ ما أتذكره هو أمور إيجابية فترتي مع مانشستر سيتي كان رائعة للغاية قدمت من مالجا في إسبانيا العمل الذي كنا نقوم به وما حققناه في لقب الدوري ولقب الكأس في الموسم الأول كان مهما بالنسبة لتطور النادي كمؤسسة وأن تكون في الدوري الإنجليزي أن تتحدث عن أحد أخوى الأندية في العالم وأن تحقق هذا الإنجاز في موسمك الأول فهذا أمر إيجابي للغاية كنا نريد أن النية كانت موجودة في مواصلة التطور ومواصلة المشروع ولكن ما يحدث في كرة القدم هو أن هناك أمور غير منتظرة ولكن بكل الأحوال أنا سعيد بالتجربة كان من الممكن أن تكون أكثر من ثلاثة سنوات ولكن هو لقب استثنائي في مسيرتي هل أزعجك وقتها إعلام منشستر سيتي تعاقده مع بيب جارديولا في نهاية الموسم ولا تعملت مع الأمور بشكل هادئ لا لم أكن متضايق على الإطلاق لم أشعر بأي غضب أو أي إنزعج من هذا الأمر لأن هذه هي كرة القدم الإدارة كانت صريحة معي في تلك الفترة بيب جارديولا مدرب كبير وكنا أوقعنا عقد لمدة ثلاثة سنوات وعندما كان ينتهي تعاقدي الإدارة أبلغتني بأنني لن أستمر وهذا أمر طبيعي في مسيرتنا وفي عملنا كمدربين ولكني لا أشعر بأي ضيق من ملاك نادي منشستر سيتي طبعا بالتأكيد التجربة الأهم وإنت وقتها قلت أنه هو أفضل نادي في العالم تجربة ريال مدريد بالتأكيد تجربة ما كملتش أعتقد زي ما كنت تتمنها وإن كان كان فيها رقم تاريخي أذكر به كمان السادة المشاهدين أنه أنت وقتها حصدت 97 نقطة في جدول ترتيب الدول الأسبالي ده كان أعلى عدد من النقاط يجمعهم ريال مدريد في تاريخه بس وقتها تفوق برشلونة 99 نقطة بجيل رائع جدا من اللاعبين تجربة ريال مدريد كمان شايفها إزاي بعد كل هذه السنوات كانت تجربة كبيرة أي مدرب يتمنى أن يدرب أو يجلس على مقعد المدير الفني ريال مدريد أنت تتحدث عن نادي يتطلع دائما لحصد الألقاب الموسم كان طويلا وقمنا بأشياء كبيرة في هذا الموسم على الرغم من أننا لم نتوق باللقاب وأعتقد أن تجربتي مع الريال هي من التجرب التي ستظل محفورة في ذكرتي الموسم لم يكن الأمور لم تسر في بعض الأحيان بالشكل المطلوب مع عودة فلورنتينو بيريز كانت هناك حقبة جديدة في تاريخ ريال مدريد لم نستطع التتويق بدور الأبطال أو الكأس في النهاية الإدارة أرادت أن تقوم بتغيير ولم تكن بالنسبة لي أي مشكلة في هذا الأمر كنت بالطبع أرغب أن أظل فترة أطول مع ريال مدريد ولكن أنت تتحدث أيضا عن فترة كبيرة في حياتي في هذه التجربة وأيضا مع ملجة لقد قضيت ثلاث سنوات رائعة مع ملجة وقدمنا مستويات رائعة سواء في دوري الأبطال أو في الدوري الإسباني وأعود وأكرر أن أي مدرب يتمنى أن يدرب ريال مدريد بعد من فريق ريال مدريد وجاء بعد منك جوزي مورينيو وخلال هذه الفترة كان في تصريحات تتنقلها الصحافة بينكما تصريحات فيها بعض الأقاويل والكلام ماذا عن العلاقة بينك وبين جوزي مورينيو؟ لا لا هي علاقة بكل الأحوال علاقة طبيعية ليس لدي أي مشكلة مع جوزي مورينيو هو أحد أكبر المدربين وهذه هي شخصية جوزي مورينيو هو مدرب يطلق العديد من التصريحات القوية هذا ما عهدناه مع جوزي مورينيو على مدار مسيرته لم نلتقي كثيرا في إسبانيا وليس لدي أي مشكلة مع مورينيو كل شخص له طبيعاته وله شخصياته وهذا يعني أن هناك مشاكل أو خلافات بيننا هو من أحد أكبر المدربين قد يفكر بطريقة مختلفة ولكل شخص طريقته في التفكير السؤال القادم هو سؤال من مدرب خبير في كرة القدم الأوروبية الآن بعد كل هذه السنوات هل الدور الأسباني ابتعد عن الدور الإنجليزي؟ هل أصبح بمسافة بعيدة عن الدور الإنجليزي؟ أم لا ما زال ينافس الدور الإنجليزي في القوة؟ أعتقد أن طبيعة البنافسة في البطولتين مختلفة تماما بدون أدنى شك الدور الإنجليزي هو الأفضل في العالم والأموال التي تدفع في إنجلترا هي أموال طائلة من خلال حقوق البث التليفزيوني للأندية والعوائد المادية في إنجلترا قوية للغاية كما الصحافة أيضا طبيعة التعامل مع الصحافة الإنجليزية مختلفة تماما يمكن أن أقول أنني كنت محظوظا أنني دربت في الكرة الإنجليزية والكرة الإسبانية ولكن أنت تتحدث أيضا عن أن الأندية الإسبانية استطاعت أن تفوز بدور الأبطال على مدار سنوات عديدة وهذا يقول أن البطولة في حد ذاتها بطولة قوية وأيضا هناك أندية مثل إشبيلية وفياريال فازت بالدوري الأوروبي وهذا يتحدث أيضا عن قوة هذه الأندية بطبيعة الحال هناك اختلافات بين البطولتين هناك أندية كبيرة في إنجلترا مثل منشستر سيتي وفي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بالمناسبة بمناسبة منشستر سيتي يتهم عدد من الأندية القليلة في العالم وفي أوروبا تحديدا أنها بتصرف أموال طائلة جدا لشراء اللاعبين وبالتالي بتقتل تماما فكرة المنافسة رأيك إيه تحديدا في اتهامات توجه لمانشستر سيتي فريق سابق انت دربته من قبل هذا أمر معقد الغاية هذه القضية قضية كبيرة لا يمكنني أن أتحدث عن اتهامات دون أي سند أو دليل جئت إلى في الموسم الثاني في الحقبة الجديدة لمانشستر سيتي الأمور الاقتصادية في النادي مثل منشستر سيتي هي هناك أموال كثيرة تضح ولكن هذا أمر طبيعي لأنه هو نادي يبحث دائما عن المنافسة وعن الفوز بالألقاء في البريمير ليج واستقطاب أفضل اللاعبين أعتقد أن هذا أمر طبيعي لا يمكنني أن أصرح بأي أمر دون أي سند ولكن هذا أمر طبيعي في وجهة نظري طيب فرصة حضرتك معايا عايزة أسألك عن مسيرة رائعة بيقدمها لعبنا المصري الدولي محمد صلاح رأيك إيه في هذه المسيرة الرائعة لللاعب الدولي المصري لا يمكنني إلا أن أتحدث بشكل إيجابي عن لعب مثل محمد صلاح هو لعب استثنائي يمتلك عقلية رائعة وإمكانيات فنية كبيرة ولعب ملتزم لعب محترف بمعنى الكلمة سواء داخل الملعب أو خارج الملعب لقد قدم مواسم استثنائية في أوروبا وبشكل خاص مع ليفربول هو لعب يمتلك إمكانيات فنية وجودة كبيرة ويلعب أيضا في نادي كبير وانطباعي جيدا عنه يقال دائما وأبدا أن المهارات في كرة القدم في العالم بتقل روايدا روايدا وكرات تصريح ليك من قبل أنك تتحدث أن المدرب لابد أن يعطي لللاعب الحرية أو بعض اللاعبين المهاريين الحرية في الملعب أنه هما يبدعوا أكثر ووقتها انتديت مثلا كمان بديفت سيلفا لماذا قلت المواهب في كرة القدم أو بمعنى دق قلت متعة كرة القدم من حيث الكرة الجميلة أعتقد أن المواهبة لازلت موجودة ولكن هي فكرة كرة القدم هي التي تغيرت الأمر لم يعد يعتمد في المقام الأول على اللمسات الفنية والجمالية هناك العقلية بدأت تتغير المدربون بدأوا يعتمدوا على مسألة الاستحواذ على الكرة وتناقل الكرة والضغط والجوانب البدنية أيضا أصبح لها عامل كبير وإذا كنت تتحدث عن اللاعبين أصحاب الفنيات ففي الماضي اللاعب كان بإمكاني أن يحتفظ بالكرة لفترات طويلة داخل الملعب ولكن الأمر أصبح متغيرا في الوقت الحالي لأنك تتحدث عن أساليب مختلفة في الضغط الضغط العالي والضغط الجماعي في الفريق وهذا يجعل إمكانية الاستمتاع والوجود الفنيات داخل الملعب بأقل بمقارنة بالماضي ولكن في كل الأحوال هي موجودة الموهبة ستظل موجودة والإمكانيات موجودة ولكن هي كرة القدم التي تتغير طيب وفي السياق متصل يعني زمان كان الكلام دائما أن المدرب كل ما يكبر عمره بيبقى عنده فرص أكبر لتدريب الفرق الكبيرة الآن يقولك أنه الفرق بتدور على أجيال شابة على مدربين شباب أكثر تطورا وأصبح المدرب الكبير في العمر لا يجد فرصة في الأندية الكبيرة لماذا هذا الفكر حاليا في إدارات كرة القدم من وجهة نظرك؟ كما أسلفت وقلت أن الأفكار في كرة القدم تتغير أنا في وجهة نظري أن المدرب هو المدرب سواء كان مدرب شاب أو مدرب متمرس ويمتلك خبرة في الملعب الأهم هو الشغف وأن تمتلك الشغف وأن تكون حاضرا أن تكون مثقفا داخل الملعب وأن تحظى بأعلى الأفكار التدريبية والدورات التدريبية هو ما يبقيق داخل الصورة هي وجهة نظري في هذا الأمر ولكن هناك بعض الأندية التي تبحث عن تغيير الجلد كما نقول والبحث عن أسماء شابة في كرة القدم لكي تستطيع أن تقوم بعمل مشروع طويل الأمد فأنت تبحث عن مدربين صغار في السن ولكني لا أعتقد أن فوقت نظري هذا الأمر ليس له قواعد يجب أن يكون المدرب بنفس الحافظ وبنفس الشغف حتى يستطيع أن يستمر داخل الملعب وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لي طيب سؤالي القادم ليك يخص أيضا حال كرة القدم في أوروبا في الوقت الحالي ونحن نقترب من يورو 2024 كأس الأمم الأوروبية في رأيك من هم الأكثر حزوزا للفوز بهذه البطولة في هذا العام أعتقد أن هناك العديد من البطولات المهمة هناك كوبا أمريكا وهناك بطولة أوروبا أيضا وأصبح هناك تشابه كبير بين البطولتين المنافسة أصبحت قوية بين المنتخبات وأعتقد أن المنتخبات المرشحة هي المنتخبات التي استطاعت أن أو التي ستقوم بتجهيز نفسها بشكل أفضل وستستعد بشكل أفضل لا أعتقد أنها ستكون هناك مفاجآت أن تتحدث عن القوى التقليدية إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا هي المرشحة أعتقد أن البطولة ستكون بين هذه المنتخبات ولن تكون هناك مفاجآت كبير طيب ده بالنسبة للمرشحين ليورو بالنسبة للمرشحين لكوبا أمريكا هي هي نفس القوى التقليدية ولا تتوقع مفاجآت وماذا عن المنتخب تشيل تحديدا أعتقد أن الأمر هو ذاته في كوبا أمريكا بطبيعة الحال عندما تتحدث عن هذه البطولة فأنت تتحدث عن المنتخبات التي تنافس دائما على البطولة هناك المنتخب الجيني وهناك أيضا منتخب البرازيل هناك القوى التقليدية الكبيرة وأعتقد أن الأمر ذاته أو السورة ذاتها ستكون في هذه البطولة أيضا طيب الفترة القادمة وكلام وحديث كبير جدا عن من سيخلف سنائية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هذه المنافسة التاريخية الأول أسألك على هذه المنافسة التاريخية والمقارنة دائما ما بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وإنت دربت كريستيانو رونالدو في ريال مدريد ما رأيك في هذه المنافسة التاريخية اللي عشناها طوال هذه السنوات الماضية وقال من الممكن تكرارها في المستقبل القريب بين اسم أو اسمين آخرين ممكن تقترحهم أو ترشحهم أو أنت شايفهم ممكن يكملوا هذه المسيرة بالنسبة لهذه التنافسية بين كريستيان رونالدو وليوني الميسي هي ما جعلت هناك شغف أكبر ومتابعة وحب أكبر لكرة القدم لا أعتقد أن كانت هناك منافسة بهذا الشكل بين هذا السنائي على مدار عام دربت رونالدو لم تكن هناك أي مشكلة مع هذا اللاعب سواء داخل الملعب أو خارج الملعب لأنك تتحدث عن اللاعب السنائي لاعب احترافي بمعنى الكلمة وإذا كنت تتحدث عن التنافسية بشكل عام فهذا الأمر يعتمد على الجودة إذا كنت ستكون موجودة فميسي استطاع أن يحقق العديد من الألقاب مع منتخب الأرجنتين وكذلك رونالدو فالمنافسة لم تكن فقط على مستوى الأندية ولكنها أيضا انتقلت لمنتخباتهم الوطنية وأعتقد أن هذا أضاف الكثير لكرة القدم بشكل عام ولي الكرة الإسبانية على مدار سنوات عديدة بين ريال مدريد وبارشلونا هما لاعبين لا زال يمتلكان الشغف ونعم الأمور أصبحت أصعب بالنسبة لهم في الوقت الحالي ولكن يبقى ضمن أفضل أساطير كرة القدم أعتقد نعم هما انتقل إلى دوريات أقل في الوقت الحالي ولكن لا يزال شغفهما بكرة القدم مستمر أعرف جيدا ليونيل ميسي وحظيت وكنت محظوظا بتدريب كريستيانو رونالدو أعتقد أن منافسة بهذا الشكل بين اللاعبين أعتقد أنها من الصعب أن تستمر لأنك تتحدث عن اللاعبين استثنائيا رأيك فيه القرار اللي خده كريستيانو رونالدو بالرحيل إلى الدوري السعودي وبالتبعية هسألك عن تجربة الدوري السعودي في استخطاب عدد كبير من اللاعبين والمدربين العالميين رأيك إيه؟ هل الدوري السعودي قادر على منافسة الدوريات الأوروبية في المستقبل القريب ولا مازالت الأمور بعيدة عن منافسة الدوريات الأوروبية الكبيرة؟ فيما يتعلق بكريستيانو رونالدو كانت هناك انتقادات عديدة في بادي الأمر بانتقال إلى الدوري السعودي لأنه كان قرارا مفاجئا وكان انتقالا مفاجئا في تلك اللحظة ولكن انتقال رونالدو كان بمثابة شرارة الانطلاق للعديد من الأسماء أعتقد أن تجربة الدوري السعودي تجربة قوية الدوري السعودي سيستطيع أن يستقضب العديد من الأسماء لأن هناك استثمارات كبيرة وأموال كبيرة تضخ في الدوري السعودي ولكني أعتقد أنه لا يزال أمامهم الكثير من العمل لكي تستطيع هذه البطولة أن تنافس البطولات الكبرى في أوروبا وأعتقد أن هذا المشروع هو مشروع طموح ومستقبلي وعالبي باستخدام العديد من الأسماء الكبيرة والدوري السعودي سيكون أقوى وسيكون له مكان بين أكبر الدوريات في العالم هو مشروع مهم للغاية ولكرة القدم ولكن ما أتمناه هو أن يستمروا على هذا النسق لأن هذا أمر مفيد لكرة القدم بشكل عام آخر سؤال وعارف أن أنا قطلت عليك بس يعني فرصة معنا مدرب عظيم وكبير زيك جميل المصريات حب تسمع منه دائما آخر سؤال على مدار هذا المشوار العظيم في كرة القدم دربت العديد من اللاعبين العالميين الرائعين مين هم اللي كانوا أقرب إلى قلبك الأقرب لأفكارك خلال هذه الفترة لو قلت لك حتى تسميلي خمس أو ست لعبين بس إنه لسؤال صعب أنت تتحدث عن مسيرة استمرت 35 عاما في المهنة من سواء فترتي في تشيلي والأرجنتين من الصعب أن نختار من بين هذه الأسماء لأنني دربت العديد من الأسماء الكبيرة وثيكون أمر ظالم إلى حد كبير أن أختار أسماء بعينها ولكن ما يمكنني قوله أنني ممتن إلى حد كبير لأنني على مدار هذه السنوات سواء في أمريكا اللاتينية أو في أوروبا استطاعت أن أدرب العديد من اللاعبين الاستثنائيين سواء في سان لورينسو في الأرجنتين أو في ريال مادريد والأمر سيكون ظالم إلى حد كبير أن أختار أسماء بعينها لأنني كما قلت أنا ممتن لأنني دربت العديد من اللاعبين الكبار في كرة القدم أحد أعظم المدربين في العالم مانويل بلجريني المدير الفني الشيلي السابق لفريق منشستر سيتي وريال مادريد والحالي لفريق ريال بيتيس الأسباني أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء لقاء نعتز به في رقم عشرة واحد من اللقاءات المهمة جدا مع مدير فني فائز بدوري إنجليزي لقب دوري إنجليزي مع منشستر سيتي واحدة إنجازات عظيمة جدا مع كل الأندية اللي اشتغل معها ومنهم طبعا ريال مادريد مانويل بلجريني كان هذا اللقاء معه بالتأكيد كالعادة يعني أشكر الزميلي أحمد شهاب فيه على إعداد اللي حضر هذا اللقاء وعمل فيه مجهود عظيم جدا لسه مكاملين مع حضراتكم خليكم معنا كلام كتير بعد قصة يهلا بحضراتكم مرة أخرى النهاردة فيه الدول الإنجليزي الممتاز هديتان من كريستال بالاس وأستون فيلا لمنشستر سيتي وبيب جورديولا كريستال بالاس النهاردة فاز على ليفربول بهدف دون رد والنهاردة أيضا أستون فيلا كان فاز على أرسنال بهدفين والنهاردة كمان فلهم واستهام مبراخل ست بهدفين لصالح فلهم أداء كبير من فرق الدول الإنجليزي فرق القمة أرسن وريفربولد بعده شوية تقلق عن السيتي ولكن مش بفارق كبير من النقاط بس الحكاية شكلها رايحة تاني وتالت ورابع لبيب جورديولا تعالوا نشوف جدول ترتيب الدول الإنجليزي عشان تفهم الوضع عامل إزاي دلوقتي يلا بينا الحكاية كبلة قوي نستنيين الجدول هوا هيظهر لنا حالة حالة سيتي طبعا فيه الصدارة بتلاتة وسبعين نقطة باتنين وتلاتين وكلهم لعبوا بقى مزايا عندنا ما بيعدوش مباريات مختلفة تلاتة وسبعين نقطة ليه منشستر سيتي فرق نقطتين عن أرسنال وليفربول بواحد وسبعين نقطة هتقول لي موليسة بدر يا كريم ده فضل ست مطشاط هقولك مع السيتي هتلاقيه مسك الست مطشاط دول تقطيع في الهيئة قدام أسلم فيلا في المركز الرابع يتمسك بفرصة التواجد في دولة أبطال أوروبا الموسم القادم بتلاتة وستين نقطة وبعيات وتنهام ونيو كاسل ومانشستر ينايتد وستهام ينايتد وشيلسي وبرايتون ما يفريش معنا قوي دول هما اللي يفريهم معنا طبعا في منطقة الروبوت شيفلد شكله بيوضع خلاص بيرنلي ولوتنتاون ونوتنجهام فورست وإيفرتون كلهم في مناطق خطر في الترتيب طيب أكيد عايز تعرف المطشاط اللي باقية للسيتي واللي باقية ليفربول واللي باقية لأرسن عشان تفهم كل واحد مين اللي ممكن يعطله سيتي فضلوا برايتون ونوتنجهام فورست وولفر هامتون وفولهم وتوتنهام ووستهام فممكن تقول ايه توتنهام ووستهام يعني ممكن اللي يضايقوا منشستر سيتي ليفربول بقى قدامه مين قدامه فولهم قدامه الديربي قدام إيفرتون ووستهام وعنده توتنهام وعنده أستون فيلا وولفر هامتون توتنهام وآستون فيلا طبعا هي الصعوبة مع إيفرتون كونها مباراة ديربي فبرضو مباراة ليفربول أكيد مباراة صعبة أما المباريات المتبقية لأرسنل فهي ويلفر هامتون وتشيلسي وتوتنهام ومانشستان ونايتد وبورنموس وإيفيرتون أصعب مباريات هي الأرسنل بصراحة أصعب مباريات هي الأرسنل ليجي بعد كده ليفربول ليجي بعد كده مانشستر سيتي عشان كده بنقول أنه مانشستر سيتي ربما أصبح أقرب من أي وقت مضى أنه يفوز بلقب الدول الإنجليزي مرة أخرى مرة تانية على الدول دي حكاية في الدول الإنجليزي حكاية بقى تانية أعظم كثيرا 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 تحدث في الدول الألماني بعد 11 سنة احتكار لبايرن ميونيخ لقب الدول الإنجليزي النهاردة بايرن ليفاركوزن بطن للدول الألماني لأول مرة في تاريخه من 120 سنة تأسيس للنادي أول مرة يفوز بالدول الألماني يفوز مع مين؟ يفوز مع مدرب صاعد بسرعة الساروخ زي ما كان لعب عظيم وعبكري يبدو أنه مدرب أيضا عظيم وعبكري مش يبدو ده أكيد شابة ألونسو المدرب المدرب الأسباني ليه فريق بايرن ليفاركوزن طيب عايز أحكي لك حكاية تقريك الشخصية يعني تعرف بيها شابة ألونسو طبعا تعرف شابة ألونسو اللاعب ومهاراته وعبكريته وكل الكلام ده بس تعرف العقلية اللي تخليك بسرعة تتحط وسط عظماء اللاعبين في العالم تتحط بسرعة وسط عظماء المدربين في العالم شابة ألونسو ده هو صغير هو طفل صغير كده يعني راح لوالده وقال له أنا عايز أسافر أيرلندا فيه سفرية كده فيها كورس لغة إنجليزية والناس هتسافر لمدة شهر كورس مكسف وبعد ما أرجع هاخد إيه هبقى شاطر أوه في اللغة الإنجليزية طبعا والده قال له يا عم انت هتهزر ما فيش الكلام ده انت تمامه كويس وبتايا قال له لا أنا نفسي ألعب في الدولة الإنجليزية ومبنية حياة ألعب في الدولة الإنجليزية وأنا عارف إن اللغة دي هي اللي هتبقى من مشكلة أو العائق قدامي فلو سمحت سبني أسافر أيرلندا عشان أخد الكورس بتاع اللغة الإنجليزية ده سافر شابة ألونسو وخد كورس اللغة الإنجليزية هناك وبالمناسبة كان معاه في الكورس ده أرتتا اللي هو المدرب الحالي لأرسن الإنجليزي وقال على شابة ألونسو أرتتا بعد كده قال لك يعني مصمم ويصر إنه يفهم ويتعلم كل حاجة بإصرار غريب لما شافه من ساعتها في الكورس ده يعني هم هم صغيرين أنا بس بحكي لك الكورس دي ليه أولها كده إنه راجل من أول ما كان طفل هو عارف هو رايح فين طبعا اللعب بعد كده مع ليفربول في الدول الإنجليزي ألونسو بعد ما خلص لعب كورة بعد ما خلص لعب كورة يعني كان في باير ميونيخ والناس في باير ميونيخ قالوا له بص يا سيدي أنت محبوب في النادي ومحبوب بالفرقة وعايزينك في منصب إداري في الفريق ودوله عرض ما يترفتش مالي عرض مالي ما يترفتش هو شاف أنه مستقبله هيكون أكبر في التدريب ومش عايز يبقى في الكونفرت زون أو في الحتة الأمنة يعني اللي هي المنطقة الدافئة يعني اللي هو ما نقاعد هو يا أم وباخد فلوس كتيرة وبشتغل في باير ميونيخ واحد من أكبر عندية أوروبا لأ قال لك لأ أنا عايز أبقى مدرب تمام تمام فراح للريال مدريد بعد ما سأل على رخصة التدريب في الاتحال الأسباني قالوا له أنت لازم تدرب سنة لازم تدرب سنة أي فريق في الدافئة الأسباني فراح للريال مدريد قال لهم تم تدوني حتى فريق من فرق الشباب فالدوله فرقة الشباب قاعد فيها سنة واشتغل واكتهد وتعب بعد كده قال لأ أنا عايز تجربة أكبر شوية من فكرة الشباب فراح للريال سوسيداد وقال لهم أنا عايز أشتغل مع الفريق التاني اللي هو الفريق بيه قالوا له تمام قال لهم بس أنا عايز ما يبقى العقد سنة واحدة أنا عايز يبقى أكتر من سنة فالراجل دخل من 2019 لحد 2022 مع الفريق التاني في ريال سوسيداد الفريق بيه حلو حلو كل ده خطوات لسه بدري يعني لسه بدري لما يمسك بقى فرقة كبيرة مدير فني الفريق أول صح كده؟ طيب أنا تصارع الهبوط ومحدش عايز يربط اسمه باسمها عشان هيهبط معاها فاسمه كمدرب هيخسر كتير فهي تشابي ألونسو المدرب الناشئ يعتبر مدرب ناشئ لسه جديد في السوق يعني بتاع المدربين يقول لهم أنا موافق يا جدع موافق أو موافق يا سيدة انت ممكن تاني على مشوارك في التدريب من أول يعني إذا بتبدأ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم هينتهي قال أنا موافق وبحب التحدي من وانا صغير والدي قال لي إن أنا مش هنجح إلا لما أخد المخاطرة فأنا خيأخد المخاطرة معها بايل لفركوزي استلم المهمة شهر اكتوبر 2022 والفريق يسارع الهبوط في المركز قبل الأخير في الدول الألماني والأمور بايزة تماما بالنسبة لفريق بايل لفركوزي تمام بالمناسبة الموسم ده أنهاء في المركز السادس اللي أهله للدوري الأوروبي تمام تمام كمل مع الفرقة يا طرى الموسم ده هياخد المركز السادس ولا يتحسن شوية ويخش المربع الزهبي لا ياخد الدول الألماني قبل نهايته بخمس أسابيع قدام مين يا أولاد؟ قدام بايل ميونيخ اللي محتكر الدول الألماني الدول الألماني ده بتاع بايل ميونيخ إن بايل لفركوزي بمدرب ناشئ مدرب حديث العهد ياخد الدول الألماني لأول مرة في تاريخه أنا أديتك الرحلة باختصار رحلة شابة ألونسو عشان تفهم إن الحكاية من أولها وأخيرها هي حكاية عقلية من هو صغير عايزة أخد كورس لغة إنجليزية عشان ألعب في الدول الإنجليزي رح شوية يشتغل في فرقة شباب ما قالكش أنا عايزة أشتغل مساعد للموديل الفني في فريق أول ولا حاجة لا أشتغل من تحت مش مشكلة رح بعد كده لنادي أقل من ريال مديد اللي هو ريال سيوسداد وقالك مش مشكلة عشان أخد فترة أطول ومع فرقة أهم من فرقة الشباب ياخد المخطرة اللي ممكن تنهي مشواره التدريبي قبل ما يبدأ أصلاً ويدرب فريق بيسرق الهبوط اللي هو باير ليفاركوزين بعدها بسنة واحدة يكون بطل الدوري الألماني لأول مرة في تاريخ نادي باير ليفاركوزين قدام مين؟ البعبع باير نيميونيخ والله حكاية حلوة حكاية حلوة وملهمة بصراحة ده فيما يخص الدوري الألماني وما قبضها الدوري الإنجليزي أما فيما يخص الدوري بتاعنا الدوري المصري فالنهار ده في الجولة مباراتين من الجولة العشرة سيراميكا كيليوباترا والمصري البورسيائي تعدلاء إيجابياً واحد واحد معتز إصدام سجل للمصري في ديئة 6 و50 اللاعب كويس جداً بالنسبة يعني وبعد كده تعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا كيليوباترا قبل نهاية المباراة بلقاء القليلة تحديداً في ديئة 86 وده هدف أحمد ياسر ريان مباراة أخرى كانت مباراة لإسماعيلي ومودرن فيوتشر أحمد عاطف سجل لي مودرن فيوتشر في ديئة 28 وبعدها أو في الشوء الثاني يعني تعادل محمد عبد السوقي للإسماعيلي في ديئة 84 من ضربة جزائي زي ما قلت لكم النهاردة يعلم بحضراتكم مرة أخرى محمد جمال ومحمود شاكر يعني بس مفصصين الأهل والزمالك أكتر غالباً من كولر وجوزي جميز الحمد لله تبيقول لي أنت بتبالغ قوي هتشوف دلوقتي غالباً يعني إيه مقطعين الفلقيتين مقطعين حالات يعني مش مقطعينهم هجوم أو انتقاد كلام حلو يا وقت سمعوه دلوقتي إن شاء الله قبل ساعات من قمة الأهل والزمالك والأهل في الدوري المنتاز جيمي بنور الدنيا حبيبي يا كيمي أخبرك إيه عبدون أحمد ويا رب إن شاء الله نقدم حالك ويسا نارضي حبيبي حد نور الدنيا زكا كريم أخبرك يا حبيبي الحمد لله على السلام نورت الدنيا مرة تانية ننتم اللي بنورين الله يخبير حبيبي طيب إيه رائعكم نبدأ الأول بالبرد تشرحولنا لا يلعب إزاي زمالك يلعب إزاي والدنيا هتمشي إزاي يلا بي تمام ماشي حبي تتحرك ولا أجيلك أجيلك بالبرد يلا بي أجيبها لك والله أجيبها لحد دعنا حبيبي يا كيمي حبيبي يا جيمي طبعا قبل ما نتكلم على الشكل هلعب بالفرقتين بكرة المتوقع طبعا لازم نتكلم على إنه الأهل في الفترة الأخيرة ما بيمرش بحالة جيدة فنيا عنده نواقص كتير كغيابات وعنده نواقص كتير فنية في الملعب فالراجل بتري غير فالسافته أما جزيج جمز ابتدى يطور من الفاتسافة اللي جيبيها من أول يوم فبتريد تؤتي ثمارها الظروف سعادته اللعبة كتير بتريد تخش جوه الشكل بتاع الفرقة في الدوري كمان الأدوات اللي عنده أكتر لأنه عنده في أفريقيا بيبع عنده غيابات ونواقص بسبب عدم القيد الأفريق تعال نبتدي على الشكل اللي هيبتدي به الفرقتين وهروح لك للتشكيل المتوقع لأن كولر حتى هذه اللحظة بكلام على الأهلي بداية كولر حتى هذه اللحظة ما بلغش حتى اللعيبة مين في المران وأقول لك إيه اللي حصل في المران النهاردة بالتفصيل يعني الشكل المتوقع للنادي الأهلي هو أربعة تلاتة تلاتة بالشكل المعتاد هيحصل شوية تغييرات فنية في الشكل والتاكتك اللي بلعب به النادي الأهلي طبعا في حراس المرور مصطفى شبير لا خلاف قل بين الدفاع رومي ربيع محمد عبد المرعم لا خلاف علي معلول اللي ورقة كانت مهمة النهاردة واللي لازال حتى هذه اللحظة رغم أن الرجل عمل تست وأكد أنه جاهز اللي قال إنه مارس الكولر لازال متخوف وبيحضر بلانز احتياطية إن علي يلعب لقدر الله ويخرج بسبب أي شد أو أي شيء أو ما يبدأش المباراة والورقة الثانية محمد هاني وناس كتير هتستغر بتقول بعد المستوى الكبير اللي بقدمه عمر كمال ليه محمد هاني ثلاث أوراق أحمد نبيل كوكا وأفشا ناحية دي يلعب ريدا سليم حاجز مكانه أنتوني مودست والورقة اللي عليها كلام كتير جدا هنتحرك هل هيكون طاهر محمد طاهر ولا يكون عمر كمال عبدالواحد هو اللي يلعب قدام محمد هاني ده الشكل المتوقع اللي هيلعب به عمر كمال النهاردة اتجرب في ثلاث أماكن يا كريم بدأ التمرينة ده عمر هنا بدأ المران مكان عالي معلول بعدين لعب في مركز الظهير الأيمن مكان هاني وبعدين في آخر جزء من المران اشتغل ناحية اليمين كجناح أيمن مش كظهير أيمن ليه عمر وإيه الفايدة التكتيكية اللي ممكن تعود على النادي الأهلي من وجود عمر كمال عبدالواحد هقولك بعد شوية لما نعرض الشغل هو ليه عايزه في مركز الجناح أو ليه عشان يكون دقيق بيفكر فيه في مركز الجناح الفلسفة لو رحنا ناحية الزمالك الفلسفة اللي بيعتمد عليها الزمالك جوفانيا ترابطونيا كريم في يوم الأيام لما جاي يتكلم هو ايه أهم حاجة في الكرة قال لهم لما تكونوا الكرة معاك تفكر ازاي تكرية المساح ازاي تدور انك تخلق المساح ده دي الفلسفة الأولى ثم التانية ثم التالتة بتاعت جزء جمز مع نادي الزمالك لعيب الكرة كتير قوي في وسط الملعب أحمد حمدي ناصر مهر الراجل بيلعبونج ليفت اللي بيدخل انسايد وعبدالله السعيد بيبتروا دايما الحركية اللي ما بينه الخطوط دايما علشان يكرية المساحة لأهم سلاح موجود عند الزمالك شاء من شاء وقابا من قابا هو أحمد مصطفى زيزو ده أهم سلاح طب اتقفل على زيزو بتر يشتغل الزمالك زي ما اشتغل في مبارات الاتحاد من العمق ده الشكل التخطيطي بتاع الاتنين والاتنين بيفكروا ازاي كحالات حصلة من مبارات اللي فاتت سواء العيوب اللي عند الاهلي او العيوب اللي عند الزمالك او المويزات اللي موجودة عند الاهلي او الموجودة عند زمالك فضل بقى اعط بقى خلاص سيد محمود شاكر من جميل كبير هيوم بقى يقول لنا الزمالك هيشتغل ازاي طبعا كلنا شفنا جومس مدير فني جديد لنادي الزمالك شكل اللي بيلعب به الراجل دايما بيعتمد على العمق اختراقات كلها بتاعته دايما من العمق نافترض ان ده نادي الزمالك عشان بس ما نغيرش البورد الناحية تاني فنادي الزمالك بيلعب ازاي نادي الزمالك بيلعب اربع اتنين تلاتة واحد بس الشكل بيبعمل ازاي ببساطة شديدة اول ما نادي الزمالك بياخدوا الكرة هتلاقي ان على طول الاتنين سنتر باك حسام عبد المجيد ويحمزة المسلوسة هيزقوا النص المرعب اللي هنا هيبقى دونجة هنا هيكون عبدالله السعيد هيخش احمد حمدي ناصر ماهر هيخش نفس الكلام هنا واحمد السيد زيزو ده لعندها سيف الجزيرة او سامسون واحمد السيد زيزو وفي نفس الوقت هتلاقي عندك احمد فتوح ونحية اليمين هيبقى عمر جابر دايما النادي الزمالك بيبقى على طول طول مواما على الاستحواز زي يا كريم لحد نص الملعب الاتنين دول بيبقوا او الاربعة دول بيبقوا عاملين كده ويوقفين مع بعض حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي وعبدالله السعيد او دونجا وعبدالله السعيد قصة كلها في ايه النادي الزمالك بيعملها كريم ببساطة شديدة انه هو دايما بيخلي اللعيبة كلها الكويرة جوه عمق الملعب وبيخلي عمر جابر دايما مسك الخط عمر جابر عارفين انه مميزاته على الخط انما احمد فتوح دايما بيخش جوه الحتة دي احمد فتوح بيخش جوه الحتة دي عشان الكور التانية دائما بتاعت أحمد فتوح الراجل عنده مهارة كبيرة جدا إن هو يقدر يلعب الكورة البليسنج أو الكورة من تحت خط الدفاع فبالتالي بتلاقي لعبة نادي الزمالك بتحرك في دار الدفاع لما أحمد فتوح يبقى هنا لو أحمد فتوح هو اللي مسك الخط هتلاقي ناصر ماير الجواه طب لو أحمد فتوح هو اللي مسك هنا يا ناصر ماير بيطلع هنا يا أحمد حمدي اللعب كله عند نادي الزمالك دايما بيكون في الحتة دي فنادي الزمالك في الآخر بتلاقي النزيزو اللي متميز جدا عند الخط بيخش في العمق نفس الكلام هنا ناصر مهر ونفس الكلام هنا أحمد حمدي وفتوح بيبقى واقف دايما في الحتة دي وعبد الله السعيد كمان بيزق معهم فاحنا بنتكلم ان النادي الزمالك دايما بيكون اللعب كله في المنطقة قدام زون 14 او دايما بيبقى فيه المساحات دي عشان خطر حركية اللي تبقى موجودة دايما عند لعبة نادي الزمالك يبقى فيه حركات كبيرة جدا وفي نفس الوقت كرة تلعب في الظهر لسامسون معنا صور للمسات لعبي نادي الزمالك في المباراة اللي فاتت مباراة نادي الاتحاد والسؤال هنا ليه ناصر مهر دايما هو اللي بيلعب واللي هيبقى الأفضل للراجل عشان ببساطة شديدة الراجل عاوز يملى نص الملعب بكم لعبة كويرة كتيرة جدا لان ناصر مهر لما نشوف بالحالات راجل دايما بيشتغل في العمق اه ما بيشتغلش وينج لان دايما نادي الزمالك بيقتصر وكل اللعب بتاعه دايما من العمق لو معنا نصور بستعرضة اعرض الصور على طول ومحمود يكمل بتاعت نادي الزمالك صور أولانية خالص دي هنا دي الأماكن اللي استلم فيها لعبي نادي الزمالك في مباراة الاتحاد السكنداري الكورة بص اكتر تلات ارقام هتلاقيهم موجودين الرقم 42 اللي هو في الممر التاني اللي هو اللي قدام التمنتاشر و 48 اللي هو قدام الزوم 14 ورقم 50 اللي هي الحتة بتاعت نص المرعب دايما كل لعبي نادي الزمالك يا كريم مال ناحية الشمال وفي نفس الوقت مال دايما ناحية العمق دايما نبص بقى على الأطراف هتلاقي 27-26 أرقام تكون أقل ضعف من الأرقام اللي في العمق شوف الصورة اللي بعدها على طول مهم أول أرقام دي طبعا دي هنا دي الأماكن اللي استلم فيها ناصر ماهر اللي مفروض بيلعب وينج في نادي الزمالك الكورة تلاقي ناصر ماهر استلم الكورة في العمق عشر مرات في الممر في النص سبع مرات وصد بقى الناحية التانية على الطرف استلم ست مرات فقط شوف الصورة اللي بعدها أنا جايب لك الشكل اللي بيستلم فيه ناصر ماهر دايما الكورة عشان السادة مش هادين يبقوا واخدين بالهم الصورة اللي بعدها على طول هتلاقي إن دي الصورة بتاعة أحمد السائد زيزو بص الأماكن اللي بيستلم دايما فيها زيزو الجديد اللي زيزو طبعا كده كده على الطرف بس الجديد اللي زيزو دايما بيستلم في العمق الصورة اللي بعدها على طول نفس الكلام برضو ده عبدالله ده عبدالله السعيد برضو الأماكن اللي بيستلم فيها لا ده عفوا ده أحمد حمدي الأماكن اللي بيستلم فيها برضو هتلاقي إن 11.8 أكبر رقمين بيستلم فيهم أحمد حمدي دايماً جوه العمق الصورة اللي بعدها الأخرانية خالص هنشوف إن دي دي الصور بتاعة عبدالله السعيد برضو الأماكن اللي بيستلم فيها عبدالله سعيد الكورة فاحنا نوصل من هنا إيه نشوف الصورة كمان اللي بعدها نوصل إن نادي الزمالك دي بقى كم البساط اللي تلعبت من لعبي نادي الزمالك لبعض هتلاقي 13 ده مثلاً أحمد فتوح هتلاقي 19 ده عبدالله السعيد 22 نصر ما بص يا كريم كم الكور اللي بتتلعب ما بين لعبي نادي الزمالك كلها في العمق ممكن نكتفي بالصور دي ولو عاوز يعني مرة جاية نخش بالحالات نشوف الكلام ده هيتطبق إزاي عشان طبق الكلام اللي قلناه على البورد والأرقام دي حالو أنا هكمل مع الزمالك وبعدها نرجع للأهل تاني الزمالك أنت كلام وانت على البورد على فلسفة جوزي جوميز إيه الفلسفة يعني شايفوا هيتطبقها إزاي قدامنا دي الأهل محمود هو بشرح من شوية كان فيه صورة وقال فيه الممر التاني الملعب عند أي مدير فني في الدنيا دفاعياً هجمياً بتاسم خمس ممرات ممرين اللي على الطرف ممرين اللي في العمق قدي ثلاثة وفي ممرين ما بين اللي اتنين فحبنتكلم على خمس ممرات اللي الكورة بتتلاعب فيهم الغرض في النهاية إن يا كريت ولو ممر واحد منهم اللاعب بتاعي اللي جاي من وسط الملعب أو المهاجم يقدر يخترقه فتعال نشوف الفلسفة بتاع الجوميز هو وهوقفلك على صورة واحدة هو ده النمط اللي الرجل بيشتغل عليه تبقى وقف هنا بس ارجع ارجع تاني ارجع تاني ووقف هنا بص ده وقفة نموذجية للخمس ممرات ممر على الطرف الشمال في فتوح ممر على الطرف اليمين في زيزو اتنين في قلب الملعب احمد حمدي وناصر والممر الاوسط في سامسون شايف الخمسة دول الوقفة اللي فيها الخمسة دول دي اللي الزمالك بيشتغل عليها طول الوقت يجمع اللاعب في وسط الملعب ويا اما يطلع على الطرف يا اما يحاول انه يعمل البنتريشن من العمق فلسفة الراجل هي ازاي بكرية او بخلق المساحة القصة كلها في ان انا ازاي اخلق المساحة الدنيا زحمة فرقة الاتحاد هو اكبر لعبت الاتحاد انها تلعب لو بلوك تنزل تحت قوي علشان تدايق المساحات فانا بعمل ايه بجيب اكبر عدد من لعب في القورة تشتغل في العمق علشان في المساحات الصغيرة دي يقدروا يعملوا البنتريشن منين هل بتحرك عشوائي لا بتحرك اللي انت شايفه ده بتحرك في الممرات خاصة الممرين الاوساطين الممر لو انا بدئ من يمين الملعب لو انا بدئ من يمين الملعب هتلاقي بص بص ده الممر اهو ده اول ممر عشان نبسط القصة اول ممر اللي هو في اقسى الملعب ناحية الشمال اللي فيه فتوح ده الممر رقم اتنين لو انا اخد الممرات من الشمال فانا دايما بيشتغل على الممر رقم اتنين والممر رقم اربعة اللي هو قبل طرف الملعب اليمين دول اكتر ممرين خاطرين جدا بيشتغل بيوم جمس عشان كده لما نيجي للأهل يقول لك والراجل بيفكر يعمل ايه عشان يقفل الممرات دي ودول اهم اهم موررين بيشتغل عليهم يليهم الممر الاوسط اللي في اا كينول. بص نفس القصة في مباراة الاسماعيلي البلتريشان من اين? يا اما من الممر الاوسط يا اما من الممر رقم اربعة لو احنا واخدينهم من ناحية اليمين. نفس القصة مشي اللعبة نفس الشكل بيحاولوا دايما يعملوا البلتريشان ما بين قلب الدفاع والظهير. ظهير الطرف. يا اما من ناحية الشمال يا اما من ناحية اليمين. هنا بنتريشن بص. بنتريشن من اين? بص الكريمي الوقفة دي. مش الطبيعي. مش الطبيعي. لو انا مش بشتغل بالفلسفة دي. يبقى في مساحة لا تتجوز. خمسة خمسة يارضة في خمسة يارضة. في خمس لاعبين من نادي الزمالك. خمس لاعبين. ليه? علشان انا حتى لو لعب من دول استلم في الدايق ده. هيعرف يا هيتصرف بالكرة. هيعرف يعمل بالاضافة للتحرك. علشان هنا الطبيعي. مين اللي يبقى متواجد في المكان ده كريم? ناصر ماهر. بس فتوح دخل انسايد دوي. وفتح احمد حمدي عايز يفتح فتح زيزو. عايز يفتح ناحية الشمال. فراح قطع له ناصر ماهر انسايد. الخلاصة بتاعة فلسفة جامس. هو راجل بيستهدف الممرات. راجل بيشتغل على المساحات بشكل جيد. ودي الفلسفة اللي بيعملها. ده من الناحية الايجابية. ليه? فريق نادي الزمالك. فانت لو عايز الراجل ده بيشتغل بالشكل ده. الناس كتير كان بتتكلم هل ممكن يغير في التشكيل? يحط لعيب زيادة في وص الملعب? الراجل ده بيغيرش طريقته. لعب بيها في البداية وكانت كارثية زي مباراة الجنع على سبيل المسال خلص التلاتة اتنين. لانه ظهروا دايما مكشوب بسبب الطريقة دي. بالذات المساحات اللي ورا عمر جابر احمد الفتوح. الى انه مصمم على هادي الفلسفة. وبيراهن ان خطط فيها وهيبدأ في التحسن لما اللعبة كلها تبتري تهدم الفكرة. ايه الاسلحة اللي هيستخدمها قدام النادي الهلسي? الاسلحة اهم اسلحة عند. بص بحنا بيدي الكلب ايه? هو بيشتغل على العمق. بيحاولوا انه يعمل الاختراق. بيحاولوا انه طول الوقت يلعب في يجمع اللعب في منطقة ويكارية المساحة في المنطقة العكسية لو مقدرش يخترق من العمق. فالفكرة الاولانية اجمع اللعب واخترق من العمق. طب او على ممر رقم اتنين وممر رقم اربعة وممر الاوسط. طب معرفش يعمل كده يجمع اللعب في ناحية ويسحب الفريق اللي اقصاده في ناحية ويبترق غاية. طب مين اهم لعيب في مصر بيعمل دي? واهم لعيب في منادي زامريجو بيعمل دي? زيزو. تعالوا نبص. بدأ المباراة هنا الكرة دي ما انتهيتش. ما انتهيتش بجول. ما انتهيتش بحاجة. دي قبل الجول مباشرة. وقف هنا. وقف هنا. الراجل هنا هو بيفكر طول الوقت ازاي يوصل زيزو ان يشتغل في المساحة. لان زيزو بيتخرق كل ما المساحات قلت. فالراجل هنا بص تمريرة طولية واحدة. لزيزو. عارف انه هيتصرف فيها. حطها ومشي اللعب على عدلته. بص. هنا غلطة. لكن هو طول الوقت شغال ان ازاي اهرب وهرب زيزو في المساحة. هاجب ايالك في الجوني التالت اللي جابه زيزو بنفس الشكل بس في الشغط التاني المرعب هيتعكس. هي اينا من ناحة المين? برضو يحطها زيزو من ناحة المين. نفس القص كرة كترية في المساحة. لعبة اللي اتحكت من رحلة ناحة الشمال. لان تجميع اللي لها بكل بها ناحة الشمال الراجل كمل واستغلها زيزو. انا اينا مش بتكلم على جودة الانهاء بتاع زيزو. انا بتكلم على تواجد زيزو الدائم. ان المتواجد في المنطقة دي صدع لأي حد. طب تعالي بقى اربطها لك. بانه ليه ده اخطر سلاح على الاهلي تحديدا. لانه الاهلي عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في تغطية الاجنحة. الاجنحة. مش الازهرة. دايما الناس بتكلم على التغطية العكسية بتاع الازهرة. لا الاتنين بيغطوا كويس. سواء معلول للهب ناحة الشمال او محمد هاني. الاتنين بيعملوا تغطية العكسية كويس. المشكلة دايما ان الجناح ما بيرجعش يساعد. عشان كده هروح لك بعد شوية في ليه بيفكر في عمر كمال. بص هنا وهجيب لك للهلطة فينا. والناس تركز معايا قبل ما قبل ما تلعب. تركز معايا في اللاعي اخر لعيب من النادي الاهلي في الكادر من فوق اللي هو طاهر محمد طاهر. بعد الحكم مباشرة. ده اخر لعيب من الاهلي في الكادر. الطبيعي الطبيعي عشان يعمل التغطية الجناح يروح هنا يا كريم. محمد هاني داخل عامل التغطية العكسية لان فرة الاهلي الكامل مرحلة ناحية اليمين. عمر كمال ابو احكم بيلعب باكليفت. قل بين الدفاع. وبعدين محمد هاني داخل عامل التغطية العكسية. وقف هنا. الطبيعي بص بص طهر راح متأخر اوى كريم. الطبيعي طهري بقى نازل تحت علشان يقفل. مكان محمد هاني. مكان محمد هاني ومحمد هاني داخل عامل التغطية العكسية. بتفكرك بايه? لعبة الزمالك. بس هنا دي بتتعمل باليمين. والزمالك بيلعبها من الشمال. جمع اللعب كله ناحية الشمال. وبعدين يبتري يدور على اللعب الممتاز في الحركة في المساحة. واكتر لاعب في مصر بيعمل دي مميز جدا فيها زيزو. في نفس الفكرة دي لو تعاملت لو تعاملت على الاهلي عشان الاهلي يحلها يروح بقى بعد ايها بعد شوية اقولك يعملها ازاي? حيلو. زمالك بقى. فيش سؤال دايما محيرني. هل التشكيلة اللعب بها جزيج وميز المباراة الاخيرة? وتحديدا فكرة انك تلعب بناصر ماهل وعبدالله السعيد واحمد حمدي في وسط الملعب بتكلم في مجموعة لعيبة مهرية. زي ما يكن عندنا جملة شهيرة جدا اكل شهاية يعني دماتي. لكن الملعب ما يستحملش ده كله. شوف ناس تحمل واستحملوا نص كمان. وادبارهم حلوة في الملعب يعني. في المباراة الاهلي تفتكر هيعمل نفس الفكرة ولا هيحط كمان وسط بقدرات دفاعية زي محمد شحاتة مع دونجا. وده السؤال اللي المهم هل الملعب يستحمل ان انت تلعب احمد حمدي وعبدالله سعيد وناصر ماهر ان تلاتة دول في ووسط الملعب يعني بينضم كمان ناصر ماهر عليهم ودونجا يبقى موجود كراجل دستروير بس التلاتة التانين لو ناصر ماهر واحمد حمدي وعبدالله سعيد. انا من وجهة نظري الرجل هيلعب كده. هيلعب كده ليه هشرح لك. بس في نفس الوقت ده ريسك كبير جدا لان انت بتلعب قدام النادي الاهلي والارتداد الدفاعي بتاع احمد حمدي وعبدالله سعيد انا من وجهة نظري في بعض المشاكل. تعال نشوف نادي زي مالك ليه بيلعب كويرة كتيرة في ووسط الملعب. حلو. 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 ما ديجي نتكلم هنا على مبارات زي مالك والاتحاد اللي فاتت. عاوزك تبص على ناصر ماهر اللي مفروضه وينج. بص راجل بينزل يستلم فين. الملعب كله ناحية الشمال فاضي. انا مش عاوز امسك ناحية شمال. نكمل الحالة. ناصر ماهر هو عاوز ناصر ماهر عشان كده. مصطفى شلبي ما يقدرش يخش له جوه العمك يا كريم. مصطفى شلبي دايما رجل ماسك الخط بس. بالزبط كده. شوف الكرة اللي بعدها. بص هنا لحظة بس اقف. اقف لحظة واحدة. اقف لحظة واحدة. هنا ده الشكل اللي بقول لك على نادي الزمالك. بص الاتنين موجودين فين. هتلاقي ان عبدالله السعيد وجان بودونجا. هنا احمد فتوح عمر جابر هناك. نفس الكلام سامسون. وبرضو زيزو داخل جوه العمك هو احمد شحاته وناصر ماهر. نكمل الكرة. هتلاقي احمد فتوح اول ما يستلم الكرة. ناصر ماهر هيتلعب له الكرة. يوم ناصر مستلم. بلعب نادي الزمالك داخل جوه العمك تاني. بص مين اللي اتحرك هنا. احمد حمدي ام داخل. لكل اللي نادي الزمالك بيعمل ان هو بيحاول في العمك يملأ اكتر عدد من اللعيب عشان نفضل نفس الكلام. مين اللي استلم الكرة? ناصر ماهر الوينج. مين اللي نزل خد منه? الراجل رومين كليميكر. اللي هو احمد حمدي. اللي بيلعب بمونتها الاريحية كراجل صنع العاب. ومين اللي جنبه هناك جنب الحكم ده زيزو. داخل جوه عمك المرعب. نكمل الحلم. هتلاقي اول ما هيستلم الكرة. احمد فتوح. قرب عليه دايما. احمد حمدي. لغاية لما الكرة تتلعب. وتلعب عالية. نشوف الكرة اللي بعدها على طول عشان فيه لقطة مهمة جدا في الهدف اللي جيل نادي الزي مالك ووريك الراجل كان بيعمل تحته. نفس الكلام احمد شحة المرات اللي استلم. ادي زيزو. زيزو احمد حمدي. هتطلع نفس الكلام. بص بقى مين اللي اتحرك هنا اواخد الكرة عالية. ده ناصر ماهر وهيلعب الكرة. ده الكرة اللي بعدها على طول. نفس الكلام نادي الزي مالك بيحضر. ادي دونجة موجودة اهو. ناصر ماهر اللي بيستلم في عمك لما لعب المفروض وينج. لما بصت على الكادر من الشمال هنا مش هتلاعي حد اصلا. عشان نادي الزي مالك عاوز يلعب الكرة دي اللي تشيب من فوق الخط الدهر الدفاع. نكمل الكرة زي ما احنا. وتلعبت الكرة لسامسون. لغاية لما تيجي اللقطة المهمة جدا اللي كان الراجل كان بيزعق فيها للعاب نادي الزي مالك. وكان نفس الكلام هتلاعي احمد عطول وزيزو جوه داخل جوه المنطقة. فالزي مالك بيعتمد كله العمق. بص بقى الكرة دي. هنا نفس الكلام. عبدالله سعيد بيستلم الكرة. نادي زي مالك الميزة اللي فيه ان هو بيقعد ينقى الكرة. بص بص بقى هنا. لحظة لحظة بص. نرجع ونبص تحت يا كريم على الراجل جومز بيعمل ايه? نرجع بس كمان كمان واحدة قبل ما فتوح آآ يستلم. نرجع كمان كمان شوية حلوين كده. عاوز اجيب الرياكشن بتاع الراجل. ايه اول ما الكرة تلعبت لأحمد فتوح هتلاقي جومز عمالي شاور للعيبة اللي وقفة وده. خش اضرب في ظهر الدفاع. اتحرك في ظهر الدفاع. كمك اول مش بس. اه بسببت. هو عمالي شاور يقول له حد يتحرك في ظهر الدفاع. الله طبعا. فبقص بقى احمد فتوح اول ما يستلم الكرة. نكمل. المفروض هنا اللي كان يحصل. يا زيزو يا احمد حمدي يتحرك في ظهر الدفاع ليه? لان ناصر سحب معه الباك. فهتخلق المساح. هنكمل الكرة. فاول ما احمد فتوح هيلعب الكرة. مين اللي هيستلم هنا احمد حمدي? ولكن نكمل كرة. الكنترول بتاعه وكان حاول ان هو يلعب مع سامسون. ولكن الكرة بعد كده سامسون بلفه والشور. تعال بقى نشوف الهدف اللي جي بعده. على طول بنفس الطريقة عشان تعرف ان ده حاجة متكررة. عبدالله السعيد واقف. ناصر مهر في عمق المرعب. احمد حمدي هوا. بص بقى هنا اول ما ناصر مهر هيستلم الكرة مين اللي هتحرك له. نفس الكلام برضو هيتلعب له سامسون. ودي كانت هاجمة خطرة قبل الهدف اللي ييجي لنادي الزمالك. هيتلعب سامسون الكرة برضو. ولكن بص على طول اللي عيب نادي الزمالك جوه العمق. الحالة الاخيرة معنا. الحالة بتاعت الهدف. هنا بقى نفس الكلام. بص بقى الخط. دلوقتي ايه اللي هيحصل. فالتوحة هيتمس الكرة. بص بقى. نفس الكرة اللي كان بيقوله اتحرك في ظهر الدفعة والعبة. عشان ناصر مهر يحرز الهدف. فاحنا بنتكلم على خطورة كبيرة جدا لنادي الزمالك ما بين الخطوط. لازم لعيب النادي الآلي تاخد بالها من النقطة دي. لان نادي الزمالك ما بيستعجلش في الكرة. بيفضل يمرر كتير جدا لغاية لما اتخلق المساحة واتخلق. قابل ما اخش قلت لي برضو الزمالك عنده ميزة كمان في الضغط العكسي. طبعا. انا عايزك اسمع منك قبل ما قفل الزمالك وارروح للآله. ماشي. هنتكلم. النادي الزمالك مع الراجل ده. ريسك كبير جدا النادي زمالك بيلعب بله ان هو ببزاق خط تدفعه كله لحد ونص الملعب. فبالتالي عشان امنع الخطورة تيجي عليها في المساحات دي. اكتر حاجة للراجل بقى مميز فيها مع الزمالك غير طريقة اللي ابدي ان هو عاوز يضغط على طول ان زمالك يستقلص الكورة. اول ما الكورة تقطع منه. وهو ديك لقطتين للراجل بيزعق لعبت الزمالك عشان اتضغط. هنا دي كانت في الدقيقة اربعة وخمسين عاوز تبص اول ما الكورة اتقطع. بص 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 على جومز. بيزعق اللعيبة عاوز اللاعيبة تضغط. نادي الزمالك على طول هتلاقيه بيحاول يسترجع الكورة. نفس الكلام هنا اول ما الكورة اقطعت نادي زمالك بص راجل بيتنطط على الخط. عمال يقول لهم اضغط اضغط اضغط. بص هنا هتلاقيه راجل بيتنطط على الخط اليوم رايح. ضغط على طول قطع الكرة. نكمل الكرة. فالنادي لتحاد سكندري على طول ام ايه? امت الكرة مقطوعة. بصوا عمال يقول له اجري عليه اضغط عليه. لغاية لما احمد حمدي قطع الكرة تاني. كرة اللي بعدها نفس الكلام برضو. نادي الزمالك مع الكرة. اول ما الكرة هتلوح لحمد حمدي. اول ما تقطع. بص على جمز برضو. اول ما تقطعت. هيروح على طول هيسقف للراجل اللي هو برافو عليك ان انت قطعت. فدي ميزة كبيرة جدا. بس ده ريسك. وريسك كبير جدا. انت هتلعب قدام النادي الاهلي. كور زي دي. النادي الاهلي هيعقبك. فهو ده الريسك الكبير اللي بيلعب بيه الراجل. انت زي كل خطوط دفاعك. يعني بص مسلا الكرة دي. هنا بقى المشكلة اللي عندي. الارتداد بتاع العيبي نادي الزمالك. ناصر مهر هنا بيخش. عبدالله السعيد. بص عبدالله السعيد راح فين قرب عن الراجل. بص بقى ما كاتر بفتح لحظة واحدة. بص الكاتر اللي ما تفتح. مفيش غير دونجا واقف لوحده بس. هنا حتى كمان خالد محمد عادل ميسي الكرة لو نزلت قدامه. كان بقى فيها خطوة جدا. نكمل الكرة. فيه كورتين بالزبط بعدها. نكمل الصورة وما فيش مشاكل خالص. فهده اللي انا بكلمك عليه. الريسك الكبير. النادي الزمالك لو ما قدرش يقطع كورة مع فريزة النادي الالي. نفس الكلام هنا بص الارتداد. بص ناصر مهر. بص على احمد حمدي. بص مي اللي بقى موجود. عبدالله السعيد ودونجا. عبدالله السعيد هو الاخطأ في الهدف الاول في نهائي الكاس قدام النادي الالي في الدي اربعة وتمانين. بسبب الضعف البدني او او قوته البدنية ما بيتش زي الاول. ما ننساش ان عبدالله السعيد بيلعب في مكان مش المكان اللي كان طوله عمره بيلعب فيه. عبدالله كان بيلعب اقرب لرقم عشرة. هي نادي الكور البكلمك على بص الارتداد بتاع العيب النادي الزمالك. مفيش خلص فدي تبقى مشكلة كبيرة جدا لما تيجي تلعب قدام النادي الاهلي. فهو السلاح زو حدين. لو ما قطعتش الكورة من النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده سرعات كبيرة جدا ممكن آآ يزيج بيها. بس في نفس الوقت هي قوة كبيرة جدا لنادي الزمالك وهو استرجاع الكورة في مناطق الخصم. عظمة جدا. نروح للاهلي. حاس ان انت عايز تبدأ الكلام بعمر كمال عبدالواحد. ايه? صح? اه. حاسين صح? اه طبعا. ماشي. هي اكبر حيرة عند الرجل. هو مقتنع جدا بعمر تمال. عاجبه المردود اللي بيقدمه خاصة المباراة الاخيرة. شايف انه الرجل يقدر يفيده في اكتر من شايف انه من اللعبة المهمة جدا بالنسبة ان هما ما يكونوا موجودين في قائمة الفريق. الراجل تجرب في اكتر من اكتر من بوزيشن. طبعا. طبعا. افضله من يكون ناحية ديمين. انا كان يلعب ظهير ولا جناح. طب ليه الراجل? انا جبت لك جزء. هو ليه الراجل بيفكر فيه انه يكون هو اللي بيلعب جناح قدام محمد هاني. لسببين? قبل ما نروح للحالات. السبب الاول قدرة محمد هاني انه يشتغل او يشتغل انه يدخل جوه الملعب. عملها كتير. عملها مع موسيماني. عملها مع كولر نفسه. انه يعني ايه يعني لما يكون في زحمة عددية في وسط الملعب خاصة في الترانزيشن. ان الاهل هو اللي معاك كورة. وفي هي هيحصل عملية ارتداد. ممكن تحصل على الاهل باي شكل من الاشكال. لو كورة مش في اتجاه ناحية اليمين. وكورة ناحية الشمال. بتلاقي عمر كمال عبد الواحد او الجناح اليمين. مرحل ورا شوية. وهاني داخل انسايد. عشان لما يحصل عملية الارتداد العكسي. والاهل يرجع يدافع. لما الاهل يرجع يدافع. يرجع. وكأنه قبل ما اتروح لدي. يرجع عمر كمال عبد الواحد. يرجع يلعب ظهير ايمن. يرجع يلعب ظهير ايمن. ويدخل هاني انسايد. طب ايه الفايدة? تعال اوه. يلا. كأنه بيلعب خمسة. كأنه بيلعب خمسة تحت الكورة. في اتجاه الكورة. ليه? احنا عادين انا ومحمود من اول الحلقة بنقول ايه? انه غير كله ناحة الشمال. الممرات. الزمالك اكتر ممرين بيشتغل فيهم. هما الممرين. اللي ما بين الظهير الايمن. وقال بتدفع ناحة اليمين. والزهير الايصر. وقال بتدفع ناحة الشمال. فالراجل بيفكر في ايه? هاني بيعرف يدافع كويس. فهاني لما يكون في ضغط من الزمالك. او الزمالك مستحوذ. او الاهل عايز يدافع بشكل جيد. يدخل هاني انسايد. ويدخل عمر كظاهير ايمن. نفس الفكرة دي هيعملها مع كوكا ناحية الشمال. انه يبقى بينزل علي معلول. هو اللي برا. وكوكا ينزل يقفل ممر. ينزل يقفل ممر. اللي هو ما بين علي معلول وما بين محمد عبد المنعم. دي الفكرة بتاعت الراجل في الدفاع. علشان يقفل على جميز. الشكل ده. طيب. دي النقطة الاولانية. ليه بيفكر في عمر? اللي انه عمر يعرف يشتغل على الطرف كويس. يقدر يعمل اوفلاينج ويقفل الطرف اليمين كويس لو رجع يساعد محمد هاني في الحالة الدفاعية. طب النقطة الاهم. واللي كل الجمهور بيقول لا عمر يبدأ حتى لو بكرايت. النقطة الهجومية. كل اللقطات المهمة جدا. هل كانت لقطات دفاعية لعمر كمال في مباراة زيد? لا. كانت كلها في التلت الاخير من ملعب النادي الاهلي. التلت الاول من زيد. تعال نشوف الحالة بقى. كلها لقطات ممتازة سواء ضقة عرضيات او مرور واحد على واحد. كلها فين? في التلت الاخير. بص هنا. بيعدي واحد على واحد والتزق. اللي بعديها? اللي بعديها? لان دي هتنقلني النقطة اللي بعديها. ليه عمر يكون موجود كمان لحي تلمين? بص هنا. الرجل بيقدر يتعامل كمل كمل. بيقدر يتعامل تحت الضغط. بيقدر يخرج من الرقابة بشكل جيد. بيقدر يعدي واحد على واحد. بص هنا هيخش عنده حلول. مش اول حاجة بتجي له بروح عمل العرضية تيجي تغبط في المدافع او غيره. لا. بيقدر يعمل له خطورة من ده. بيقدر انه يشتغل ويعدي واحد على واحد ما عندهش مشكلة. العيبة عنده خبرات ما بيخافش. كمل اللي بعدي. دي واحدة من افضل كروسات اللي اتعملت في الاخير عشر مطشقات. الكروس اللي كان لك قربة كرة كانت سهلة جدا ان يتم تسجيلها. بص اللي بعديها. متواجد فين عمر كمال عبد الواحد? زائق فوق قوي. ويبقى السؤال. وده السؤال اللي كل انا اكيد سأله لنفسه احضره. لعب يتواجد في التلت الاخير بالشكل ده? ده شيء عظيم وممتاز. لكنه انا بلاعب نادي الزمالك اللي تحسن كتير جدا على الصعيد الهجومي. هسيب البوكت اللي ورا عمر كمال او الجبهة اليمين اللي ورا عمر كمال اللي هي الشمال القوية بتاعت الزمالك. اللي فيها فتوح. وفيها ناصر. وبيجمع معهم احيانا رحمة الحمد وعبدالله السعيد. هسيبها فضية. عشان عمر بيطلع كتير? ولا هوقف عمر كمال عبد الواحد في مركز الزاهير الايمن? فبالتالي مش هيعمل عملية الزيادة اللي هو مميز فيها. يبقى انا ما استفدت الشيء. فوعشان كده الراجل راح لفكرة انه عمر ممكن تاني. على البقاء الشيء ده تشكيل. ممكن يلعب كجناح ايمن قدام محمد هاني. وده السبب التالي. السبب التالت. لو ده حصل بكرة هتديك جايزة. هتمنى. بس مش هقولك ايه هي. انا عاوز بس اكمل على كامل معايا السورتين. حلو عاوزينا كله السورتين. بس اشنا كان بيقول تلاتة واحنا قطي عدوان. اه تلاتة عدوان. احنا كلنا متفقين. كل الناس. وكل جمهوري الفرقتين. ان الاهل يعاني من غيابات مؤثرة جدا. اه. فالتاكتك اللي كان بيشتغل بالراجل بتاع مجموعات اللعب والبنتريشن اللي كان بيساعدوا فيه اليو ديانج بالراننج بالكورة او بامام عشور بالبنتريشن. او تاو بدخولوا جوة الملعب او حساب كل النادي مش موجودين. كلهم مش موجودين. فما مستحيل يبقى عنده نفس الادوات انه يشتغل بالبنتريشن والكورة الصغيرة والمثلثات اللي بتعمل على الاطراف. الراجل اللي بتاريه يروح لحلول تانية. يمكن الحلول دي لسه ما وصلتش دي القطع عشان ناس تقول ايه ده الراجل ده بتكر حل او دور ازاي يا تلافة المشاكل اللي عنده بالنواقس. زي العرضيات. سواء متحركة او سبت. انا هجيب لك كمية العرضيات اللي الاهل يبتدى يعملها مش بس في مباراة زد اللي لعب فيها عمر كمال اللي كان مميز جدا بالمناسبة. لكن القصة ما بقيتش في عمر بس. لا هو بقى التوجه دايما عشان كده الناس بتسأل همودوا استبيل عبليه. الناس دايما بتسأل همودوا استبيل عبليه. لأ زباب كتير بس لحل من ذكرة. تعال روح للعرضيات. تعال روح للعرضيات والكرات السبتة. العرضيات والكرات السبتة. تعال بص. كم عرضية سواء بلعبها الريدسة بص 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 هنا. كان الاهل افتقد دي بقاله فترة طويلة قوي محمد عب منام متحفز. يلا. ما بقاش يطلع يعملها. ادي واحدة كرة سبتة. روح لللي بعديها على طول. ديه مباراة زد. ادي. اللي بعديها. بص. دخل عب منام قطع على القريبة. فده خلح عبدالقادر هو اللي بعدين رقم اتنين. بفكرة الترين او فكرة القطع اللي بتتعامل في الكرات السبتة. الانزار كلها بتروح مع محمد عب منامي دلما بقيت على القريبة. هات اللي بعديها. اللي بعديها. كل ده في مباراة واحدة. اللي بعده. نفس القص. مودست. قطع اول لعيب. قطع برضو على القريبة. فانت بتتكلم على انه فكرة الراجل التالي يدور على الكرات السبتة والعرضيات اللي كانوا ما يسويها جدا عمر كمال عبدالواحد. طيب. عشان كده بيلعب مودست. علشان كده بيفكر في عمر كمال عبدالواحد. علشان كده بيفكر في انه يستخدم الاطراف ويستخدم البوكت. بلعيب زي عمر السلية بعد محمود الكلم. حلو جدا. في سؤال جمهور الاهلي على غير العادة يعني. يقولك احنا قلقانين من ماتش بكرة. مش الامور مش ماشية في افضل حال والنتائج وبتاع. ليه جمهور الاهلي الان. جمهور النادي الاهلي الان عشان في مشاكل في قرارات لعيبة النادي الاهلي في التالت الاخير. هي المشكلة في مارس الكولر ولا المشكلة في اللعيب. انا كمدير فني بحط التاكتكس بتاعتي بناء على المعطيات اللي معايا وبناء على الادوات اللي معايا في ظل الغيابات اللي عندي. وبوصلك لحت الجون. قرار اللعيب ده مش بتاع المدر. قرار اللعيب ده بتاع اللعيب. تعال نشوف بعض الكور النادي الاهلي بيعرف في يعمل مراحل اللعبة 3 أو 4 مراحل اللعبة. انت بدأول بتعمل البلد ده بتدرك بالكورة مع كده مرحلة ترانزيشن اللي هي التحول وعكده مرحلة الثالثة اللي هي بتبقى مرحلة الكرييشن أو مرحلة الإنهاء. مشكلة دايما عند الأهلي في المرحلة الثالثة. تحنا نشوف بعض الكور من مباراة نادي الأهلي ونادي زد الأخيرة. ده نفس الكلام نادي الأهلي بيطلع بالكورة كريم الدباس موجود. ام خد الكورة اهو طهر محمد طهر. بص عاوز اوليك بقى طهر تصرف اللي عمله. ادي الكورة لزد. النادي الأهلي في اللي يلعب الكورة دي معظم مباراة نفس الكلام. محمد عبد المنعم بيطلع. مرة انا عطيها بتحاول تحاول لعيب رقم 8. كورة بتروح لطهر محمد طهر. ممكن قدامه يلعب نفس الكلام هيلعب اهو العمر الصلاة. عمر الصلاة بص اتعى الكورة لنادي زد. النادي الأهلي كل المبارات اللي فاتت مع الغيابات الكتيرة بيعاني بسبب قرارات لعيب النادي الأهلي. والقرارات دي انا ممكن اقول لك ان هي هنا عمر كماء عبدالله كماء عبدوحد ادك حل طلع بالكورة. استلم الكورة عمر الصلاة قطعت منه بص بقى الكورة ما راجعت تاني. لو ادك كورة صح كورة تلعب اهو ده اهو. فانت عندك مشكلة في قرارات لعيب النادي الأهلي في التلت الاخير. نفس الكلام هنا كريم الدي بيسا ينزل السلم مورانا عطية فريت لقالي كلها متزاقت لقدام. مورانا عطية هيطلع الكورة لطهر محمد طهر هيقرب له مورانا عطية تاني هيلعب معها الدبل باس. هيدي كورة لطهر. طهر هياخد الكورة ويخش جواه الملعب. بص برضو قمت الكورة قطعت. ففي مشكلة عند قرارات لعيب النادي الأهلي. ففي مباراة بكرة المباراة مش حملة ان انت تعمل الكلام ده اللي انت بتلعب قدام نادي الزمالك ومباراة دربي فالموضوع عبا صعب جاء. نفس الكلام هنا طهر محمد طهر لعب الكورة فالمشكلة دايما التلت الاخير يا كريم من الملعب النادي الأهلي عنده في مشاكل كبيرة جدا. ده بالنسبة لموضوع. انا بس في حاجة عوزولة عليه عمر كمال عبدالواحد معايا صورتين ليه. يلا. عمر كمال عبدالواحد في مباراة في مباراة تزد اكتر لاعب في النادي الأهلي لمس الكورة اربعة وتسعين مرة. بس لما تيجي تشوف الكم العرضيات اللي عملها عمر كمال عبدالواحد وتقارنها بالعرضيات اللي اتعاملت مثلا في مباراة امبي هتلاقي رقم كبير جدا. دي العرضيات اللي عملها عمر كمال عبدالواحد طول المباراة. لو انت عدتهم اعتقدهم حوالي تلاتاشر عرضية منهم ستة صح. نسبة 50 في مية بالمناسبة نسبة الصحي دي انها لما تقع على دماغ حد بس اممكن العبها في المكان الصحي بس بقى في مشكلة في التحركات بتاعت المعب. ده كان في المباراة المبارات تزد. شوف بقى الصورة اللي بعدها هتلاقي المباراة بتاعت نادي امبي العرضيات اللي اتعاملت من النادي الآلي. دي التلات عرضيات اللي اتعاملوا في المباراة امبي في التسعين ديئة من باكراية النادي الآلي اللي هو محمد هاني. تلات عرضيات فقط وبالمناسبة لما يبقى الارو ده احمر او السام ده بيبقى احمر معناها ان ولا عرضية صحيحة كانت موجودة في المباراة. فانت بتتكلم على مكينة عرضيات موجودة في ظل وجود واحد زي وسام أبو علي هي بقصة كبيرة جدا جدا لو الميكس. طب بالمناسبة اقول لي كده بسرعة وسام أبو علي ولا مودست ولا كهربا. وسام أبو علي قولا واحدا هو اللعيب مختلف تماما عن كل اللعيب النادي الاهلي الفراودة. وتعالا نشوف بسرعة سليح نعرف الوقت سليح معنا عشان نشوف. لا 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 لسه ما انا حب. ماشي عشان نتكلم نقول هو ليه وسام أبو علي مختلف عن محمود عبد المنعم كهربا ومودست ببساطة شديدة وسام أبو علي فروت زي ما الكتاب بيقول. فالراجل بيعرف اتحرك ازاي يعرف ياخد القرار امتى بيعرف اتحرك في المساح امتى اتحرك في بلايند سايد للمدافع ان المدافع ما يشوفوش هو ده. تعالا نشوف بعض اللقطات اللي لقايب النادي الاهلي في المباراة الاولانية. تعالا بص على كريم الدبيس بص على كهربا اول ما كرة تلعبت له كنترول سيء جدا من كهربا وقاية كرة لعمر السلية. او انا مش عاوز ازم كهربا كهربا يا ما كسب النادي الاهلي بس في حاجات مش بتاعة كهربا. نفس الكلام هنا الكرة اول ما اتقطعت هنا همجي عمر السلية هيلعب الباس برضو لكهربا حتى يوريك لقطة غريبة جدا من مودست والنقها هنا نفس الكلام. مرار عطي لعب الكرة لطائر محمد طائر رحب طائر محمد طائر محمد طائر الرحب طائر لقبية طائر صيقا جدا. الكرة اللي بعدها برضو نفس الكلام هنا عمر السلية ياخد الكرةophila. هيلعب الكرة فى دار الدفاع اتلعبت الكرة نفس الكلام ليه طائر محمد طار. احاوز اوليك بقى هنا على الانهاء بتاع كهربا. هنا عمر كمال عبدالو حد عمرقص كرة لسه جمال جايبة كهربا برضو نط وخد الكرة بطريقة غريبة جدا. انو جات في ايهه تحسبت هند بقول عليه تعالى بقى نشوف الفرق وتحتى بص الكرة دي يا كريم انا بص مودست ووسامة ابو عالي بيقوله بص يا كريم الكرة دي انا بيقوله العبا بدماغه اللي هو يعني مفروض انه هو العبا. تعالى بقى نتفرج على اخر كرة دي قبل ما مين ينزل نفس الكلام برضو. زي ما الكتاب يقول من كهربا من عمر كمال عبدالواحد وكهربا بيضيع الكرة. تعالى بقى نتفرج على الكرة دي المودست عشان تعرف الفرق اللي ما بينه وما بينه وسام أبو علي. نفس الكلام مودست الكرة دي اتكلمت معاك فيها قبل كده ان الراجل مش جاهز والسويتش اللي عمله او الترن اللي عمله كان سيء جدا تعال بقى نتفرج على وسام أبو علي. اول ما نزل وسام أبو علي عمل ايه? واحدة واحدة هنا اول ما عمر كمال عبدالواحد يستلم الكرة. بس ارجع لي بقى لحظة قبل ما الاوفر اتلعب. لحظة قبل ما الاوفر اتلعب. عاوزك تبص على تحركات كريم وسام أبو علي. في كده دي ايه عمله في جزء مسانة كمان. قبل ما عمر كمال عبدالواحد يارفها اقول اول ما استلم الكرة بالراحة كده خالص. هتلاقي ان هو وقف. ما راحش. ما ضغطش. عارف ليه? علشان اما اقول ما الاوفر اتلعب. الخطوتين تلاتة دول يدوني الجنب والقوة ان انا قدر اعمل التك اوف. سلام. اول ما الاوفر اتلعب. اما الراجل طلع من الدول الرابع. ام حمودة 18 بداء المدفعين عمل ازعاج كبير جدا. اول ما الكرة اللي بعدها برضو هنشوف وسامة ابو علي مهاجم عنده حركية كبيرة جدا. نفس الكلام هنا. اول ما الكرة تلعب بص وسامة ابو علي راح يتحرك فينا كريم. هو على طول ام قاطم. والقرار على طول واخده ام شايت. اتعمل عليها بلوك. بس فيه قرار. وفيه ان انا عارف انا باجري فينه بتحرك فيه. نفس الكرة دي برضو. نفس الكلام هنا. اول ما اتلعبت الكرة. امر راجل ناطط واخد الكرة عامل اسست الكهربا. بس مكانش فيه لينك. ما بينه ما بين كهربا. فاحنا بنتكلم على فيرود. مزعج جدا جدا للنادي الاهلي. لو اتلعب واستغليت امكانيات وسامة ابو علي. ازعاج كبير جدا. سواء النادي الاهلي بيلعب تحت الكرة. او بيلعب فوق الكرة. وسامة ابو علي فيرود الاهلي. بس للأسف اللي يلعب مودست. طيب. انا عارف انت عايز تكلم على عامل السلية. بس بصورة انت رأيك مودست ولا وسام ولا كهربا. انا رأيي وسامة ابو علي طبعا. اه. وسامة الحركية اكتر. هيديك عملية الضغط على قلب من الدفاع بتوعز مالك. مش يخلوهم يطلع عشان ما يساعدوش. ان فيه كومباكت وفيه لحمة والعب قريبا من بعضها. فطبعا وسام. الحركات بتاعت وسام اعلى بكتير. بكتير من كهربا ومودست طبعا. ولكن على حاجة بسيطة جدا ما كان بتكلم عليها شاكر. الديلي اللي كان عامله وسام وسام بعد الماتش. قال انه كولر هو نازل ويبانت حتى. قال له اشتغل تحت الفيرويد. فالراجل نازل مرحل نفسه قريدي من قبلها. انه فيه فيرويد اللي هو كهرباء او مودست او ايا كان مين? وتحتي كان بيلعب وسام. فهو كان بيلعب ساكن سترايكر. مهاجم تاني او شادو سترايكر. عشان كرة دايما الخطورة جاية منه. لانه هو لعيب بيعرف ينفذ اللي تقاله. ولعب متعلم كرة صح. متعلم ينفذ تعليمات صح. فانا رأيي طبعا وسام. لكن في الاغلب حسب فكر كولر التاني انا هاكد اللي قلتم من اول حلقة لحد الوقتي انه كولر حتى ما بلغش اللاعبين. حتى هذه اللحظة بالتشكيل. بكرة هيبلغهم. عكس الزمالك. حلو. قل لي بقى عمر السلية. عمر السلية. عمر السلية في لما كان بيلعب وامام عشور موجود كان عمر بيعمل الدلي شوية تحت واشتغل من منطقة اعمق في الملعب علشان خاطئ يقدر يعمل السابورت المراوان عاطية ويقفل الملعب بشكل جيد. دلوقتي في ظل التساقط وسط ملعب النادي الاهلي بالكامل. بالكامل. متكلم على مراوان عاطية. قليو ديانج وامام عشور. دولو التلاتة الاساسيين. الراجل ابتدى ياخد تكلفات تعال نشوف جزء منها عشان جزء منها سريعا. وهقول لك هو ايه اللي بيفكر فيه كولر برضو في وسط الملعب. بص هنا واركز على مكان تواجد عمر السلية. بص وقف هنا. عمر السلية بقى بيتواجد في المناطق اللي كان بتواجد امام عشور بس ناحية الشمال. فين? في الممر رقم اربع او في المسافة اللي مفروض يتواجد فيها اللعيب مركز تمانية لما يعمل الزيادة وعمل التصويب. يروح للي بعديها على طول. انا همني اكتر من التصويبة مكان التواجد بتاع عمر اللي عملوا على مدار المباراة دي والمباراة اللي بشكل جيد. بيتواجد دايما في الممر بيحاول يتواجد ما بينه الخطوط علشان يقدر يعمل الخطوط وقدر يعمل ده بشكل جيد. الى حد بعيد. بيكمل بيتواجد. بص وقف هنا كمان. بص من تواجد فين? كم يكمل مهاجم تاني. جنب كهرباء ولما تلعبت الكرة ينزل سيط علشان ياخد الكرة برضو ما بتكلمش على الانهاء ولا بتكلم على التصويب او بتكلم على مكان التواجد بتاع عمر السلية. فعمر السلية ورقة مهمة جدا جدا عند مارسل كولر عشان يعود امام عشورة. ولكن اللي بيفكر فيه مارسل كولر. ايه? ان هو كان بيعتمد على ده لما كان بيبقى متواجد في ظاهره. لعيب بيبقى معاه تنين في الملعب بيقدر يعملوا عجبات دي فعي. اللي هم كانوا مين? مراوان عطية وكوك. طب مراوان مش موجود. كولر عنده نقطة مهمة. عايز لعيب مركز ستة. لعيب يجيد الخروج بالكرة. لعيب بالسلية. الراهان. هل يفضل مكمل بالسلية? وبافشة. لان هم هدول متاحين بالنسبة لهم. حد شو ما لعب ما يستحمل مش الاتنين دهون. الاتنين يكونوا متواجدين. الاتنين يكونوا متواجدين. ويلعبوا الاتنين ولا يعتمد على عمر السلية كلعيب مركز ستة. ليه? لان كوكا لعيب مهمة عنده جدا في حاجة ن investigations. في عملية الضغط العكسي. ان كوكا لعيب قوي جداً في حملية ضغط العكس. فهلي ينزل عمر السلية يلعب مركز ستة. وكوكا يلعب للمركز ثمانية لحت شمال عشان يساعد علي معلول. ويتواجد افشي اول اللي راح يتليميكي شهر كبليميكر. انا شايف ان ده اكثر واقعية بالنسبة للاهلي. ان السلية هو اللي ينزل ياخده الكرة مشكلة. حلوة عوشة. انا معي خمستاشر ثانية تقريبا. الله فيش خطوش انا سرقهم يعني. توقعاتك تزمطش ايه. صعب جداً جداً. النتيجة اللي رايشا مش بالفعل. صعب صعب. يا بس خليني اقولك عشان انا هكسبك مع الجايزة الاولية. لا خلاق دي حاجة و دي حاجة. ما زبطة. خليني اقول مسلاً انه اتنين اتنين. اتنين واحد للزمالك اتنين اتنين. اتنين واحد للزمالك اتنين اتنين. اتنين اتنين. بس انا دوركوا حاجة بصراحة. انا مبساط تعوين. والله تقلق وإبداع مش طبيعي بكرة يكونوا معانا برضو بعد المباراة يحللوا هزي الواجهة الكبيرة بين الزمالك والنادي الآلي فيها الدوري الممتاز ختم حليتنا النهاردة من رقم 10 بكرة تخطيئة كبيرة جدا لهزي المواجهة الكبيرة خليكم معانا شوفكم يا رب حلا بخير